أقول لحضراتكم فيها سيناريو بما أن يعني الفنانة هند صبري قالت كده سيناريو يعني جائز الحدوث أن يتم استخدام قلسس عيد في المشهد زي ما أنتم شايفين لتمرير بعض القوانين ولسه هيعمل مراسيم ما فيش برلمان هو اللي بيقول هو اللي بيعمل وبعد كده ربما يتعرض هذا الرجل للقتل وأكيد إذا تعرض للقتل يتهم حزب النهضة ويتهم الإسلاميين بهذا القتل ويزج بهم إلى السجون ويعذبه ويعلقه على أعواد المشانق وتضرب الفكرة الإسلامية والحركة الوطنية في تونس ده سيناريو من الممكن جدا حدوثه من الممكن تماما أنه يحصل شفناه قبل كده في مصر مع الرئيس السادات الله يرحمه وممكن تشوفه مع قيس سعيد طالما الريموت مش جوه النهضة بتتكلم عن السلمية وبتتكلم عن الاحتجاج السلمي وثابت حتى قدام البرلمان وما فيش اعتصامات ولكن من يدير المشهد هل يريد السلام لتونس أعتقد ما كانش مول أنشطة تمرد تونس ما كانش مول عبير موسى وتعطلها الحياة البرلمانية وتعطلها للبرلمان في تونس ما كانش حاجات كتير ولكن من يريد السلام لتونس حيوقف مع تونس وحيتكلم عن الحرية والديمقراطية وسيادة القانون ومن يريد لتونس لا قدر الله أن تنزلق إلى هو صحيقة يضحي فيها بجزء من الشعب اسمه بقى النهضة اسمه الإسلاميين ده اللي ممكن يعمل أي حاجة بما فيها القتل لا أتمنى حدوث هذا السيناريو ولكن للأسف هذا السيناريو موجود على الترابيزة وبدي تحليلات لبعض السياسيين اللي شايفين أن ممكن أعداء تونس يقوموا بهذه الخطوة نكاية في الإسلاميين وتخلصا من قيس سعين أتمنى أن ده ما يحصلش ويكون الناس في حالة من الوعي وربنا يسلم تونس وشعبها بشكر حضراتكم ونتابل بكرة في حلقة جديدة من ألوم كاملين نشوف إيه الأخبار وإيه اللي حاصل وإيه الجديد شكرا لكم السلام عليكم في أمان الله